اشتركوا في القناة وفي مطار القاهرة الدولي كانت في مقدمة مستقبلي سيدة شاد الأولى السيدة انتصار عبدالفتاح السيسي سيدة جمهورية مصر العربية الأولى وسفير جمهورية شاد لدى مصر السيد حسن آدم آجي وعدد من عضاء سلك الدبلوماسي الشاد المعتمد هناك وعدد من عضاء الجالية الشادية المقيمة في القاهرة وفي صلة كبار الزوار بمطار القاهرة تطرقت السيدان حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والشاد وكذلك تبادل أوجه النظر حول المشاكل الاجتماعية والأسرية العالقة في أفريقيا سيما إيجاد سبل كفيلة لتنمية الأسر في البلدين ورفاهية الأسر الأفريقية عامة وخاصة النساء والأطفال ومن الجديد بالذكر أن سيدة شاد الأولى هندي ديبي إتنو اشتهرت بخدماتها الإنسانية التي عمت البلاد وفي جميع العصيدة حتى وصل دويها إلى عموم القارة الأفريقية السمرة وتعتبر زيارتها لجمهورية مصر العربية دعوة رسمية من نظرتها سيدة مصر الأولى السيد انتصار ابت الفتاح السيسي لخير دليل على نجاه أعمالها الخيرية والإنسانية التي تمر بها عبر مؤسسة القلب الكبير تعاون من أجل التنمية ورفاهية الأسرة الشادية بزيارتها الرسمية هذه بعقد عدد من اللقاعات مع مختلف الجمعيات الخيرية المماثلة لها في جمهورية مصر العربية وعقب وصولها واستقبالها مباشرة توجهت سيدة شاد الأولى هندي ديبي إتنو إلى مستشفى الجلال العسكري المتخصص في طب الأطفال وكان في مقدمة مستقبلها تاقم من كبار الأطباء المصريين وكبار الضباط في هذا الصرح الطبي الكبير سيدة شاد الأولى هندي ديبي إتنو ومن الوهلة الأولى كان اهتمامها الأول هو صحة المواطن الشادي لذا فعبر مؤسسة القلب الكبير فقد عرف المواطن الشادي نجاحا ليس له مثيل في عمل سيدة شاد الأولى هندي ديبي إتنو عبر قوافل الطبية شملت جميع الأراضي الوطنية وزيارتها منذ وصولها لمستشفى الجلال العسكري المتخصص في طب الأطفال الهدف منه هو نقل التجربة المصرية في طب الأطفال إلى الطب في جمهورية شاد وقبل تفقدها لمختلف الأقسام بالمستشفى استمع سيدة شاد الأولى إلى شروح وتوضيحات وشهدت هي والوفد المرافق لها إلى فيلم تسجيلي عن المستشفى الذي بني على نفقة القوات المسلحة المصرية وبأمر من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد التوافق والمبادئ والأهداف بين القيادتين المصرية والشادية ومن ثم قام سيدة شاد الأولى هند ديبي إدنو هي والوفد المرافق لها بزيارة جميع أقسام المستشفى العسكري المتخصص في طب الأطفال ويعتبر مستشفى الجلال العسكري المتخصص في طب الأطفال ضمن الصروح الكبرية في جمهورية مصر العربية ويملك عدة زمالات طبية مع مختلف المراكس والمستشفيات في العالم هذا ومن الجدير بالذكر أن السيدة الأولى هند ديبي إدنو كانت في زيارتها المستشفى الجلال العسكري برفقة سيدة مصر الأولى انتصار عبد الفتاح السيسي وزوجات أعضاء الحكومة المصرية وكبار الشخصيات المصرية وزوجات كبار الضباط المصرية ترجمة نانسي قنقر